فقال الرجل يا أمير المؤمنين لما لم تسلم علي هذه المرة فقال خفت أن أشغلك عن اللعن وهو أفضل من السلام ورد السلام ومن الصلاة على محمد وآل محمد وفي أصول الكافي الجزء الثاني صفحة 245 كان الناس يقول كان الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب ردة إلا ثلاثة ووصف الكاشاني في تفسير الصافي الجزء الأول صفحة 148 قال هذه رواية صحيحة أما عائشة رضي الله عنها فاختصها أولئك بالمزيد ألف محمد العاملي كتابا اسمه خيانة عائشة كتاب كامل بل وصفها الخميني والله لقد اطلعت على النسخة الأصلية بنفس الكتاب الخميني له كتاب اسمه كتاب الطهارة الجزء الثالث صفحة 457 ذكر عائشة فقال وهي أخبث من الكلاب والخنازير وفي كلامهم إيداء عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتداء وطعن في شرفه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قذبت وهو حي رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر قال من يعذرني من يعذرني يعني من ينصفني من رجل بلغني أذاه حتى في أهل بيتي يعني عبد الله بن أبي بن سلول تعدى النبي صلى الله عليه وسلم به قال الإمام القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا في لما ذكر الله ذلك في قصة الإفكي في أول سورة النور قال القرطبي يعني في عائشة لما في ذلك من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي أهله وذلك كفر من فاعله كما أن الطعن في عائشة أيها المسلمون يستلزم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قال الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات قال ابن كثير ما كان الله ليجعل عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة لأنه طيب لا يقبل إلا طيبا وقد أجمع علماء المسلمين قاطبة على كفر من طعن في عائشة رضي الله تعالى عنها لأنه مكذب بصريح القرآن قال مالك رحمه الله فمن رماها فقد خالف القرآن يعني خالف ما ذكره الله تعالى من قصة ريفكي قال القاضي أبو يعلى من قذف عائشة مما برأها الله منه كفر بلا خلاف وقد حكى الإجمع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الآئمة بهذا الحكم قال ابن قدامة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم وقال النووي براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين وقال ابن القيم واتفقت الأمة على كفر قاذفها وقال بدر الدين الزركشي من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن ببراءتها ولو ذهبت أيها المسلمون الموحدون أسوق نصوص أهل العلم في فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفي سعة علمها بالشريعة وفي فقهها وفي صلاح نيتها وفي براءتها ولو ذهبت أسوق نصوصهم في كفر من تعرض لها أو تنقصها أو اتهمها بما برأها الله تعالى منه في كتابه لا احتجنا إلى ساعات إلا إلى ساعة وإنما يحتج به الروافق على بعض الصحابة ليصلوا إلى تكفيرهم لا يعد أن يكون مواقف أو خلافات لا يخلو منها مجتمع موقف وقع ما بين أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما يأتون إلى هذا الموقف الذي يقع في أي مجتمع خلاف عادي خلاف وجهات النظر ثم يأتون ويعظمون الموقف حتى يصلوا به إلى تكفير أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويتغافل عنه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنه ويقول الله تعالى إذ هما في الغار وقول النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر هل أنتم تاركوا لصاحبي كلها الآيات لحديث يضربون بها عرض الحاط ويقولون اختلف مع فاطمة رضي الله عنها إذن هو كافر بالله العظيم ويسبونه صباحا ومساء أو يأتون إلى علينا ومعاوية رضي الله عنهما خلاف بشري بين رجلين اختلاف بناء على وجهات نظر كما اختلف الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أمور اختلف بعد وفاة صلى الله عليه وسلم ثم يأتون ويسوقون التكفير والذم والسب والقذف في معاوية وفي عرضه بسبب خلاف وقع بينه وبين عليهم رضي الله تعالى عنهما جميعا أو يأتون إلى مواقف لعائشة أو مواقف لعبد الله بن الزبير أو إلى غيرهم وهي تصرفات واجتهادات تقع من أي إنسان ويغتغافلون ويتناسون ما ذكر الله تعالى في كتابه من الترضي عن الصحابة الكرام والثناء عليهم ويأتون إلى نقائص كمثل الذباب لا يقع إلا على الخبائث أيها المسلمون إن هذه العقيدة الدخيلة على الإسلام التي تولى كبرها أحفاد وشبهاء للمجوس الأوائل الذين غلوا في الأشخاص ورفعوهم فوق منازلهم غلوا في أشخاص معينين ثم بدأوا يقعون في الإسلام وأهله وهؤلاء غلوا في علي رضي الله تعالى عنه وفي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونسبوا إليهم أشياء والله لو قام علي رضي الله تعالى عنه من قبره ورأى غلوهم فيه لا أستبعد لا أستبعد أن يفعل بهم ما فعل بالأوائل الذين غلوا فيه فقال إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا وحفر لهم الأخاديد وأشعل فيها النار لأجل أن لا يغل فيه رضي الله تعالى عنه لا يرضاها علي لنفسه ولا يرضاها الحسن ولا الحسين ولا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه وعلى آله ما ذكره الذاكرون الأبرار وأسأل الله تعالى أن يرضى عن أم المؤمنين عائشة ومن لم يرضى بها أما له فليس من المؤمنين أسأل الله أن يرضى عنها وأن يرفع بذلك درجاتها قلوا ما تسمعون واستغفروا الله الجيل العظيم لي ولكم من كل ذنب واستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا من يبلغه كلامي سواء من السنة أو من الشيعة سواء ممن يحضرون معنا في المسجد أو ممن يشاهدونني الآن في فضائيات أو ممن يشاهدونني من خلال الإنترنت سواء على الهواي مباشرة أو بعد ذلك أقول لهم جميعاً لقد بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وأمر الله تعالى جميع أتباع النبي عليه الصلاة والسلام برحمة الخلق أجمعين وأحب الناس إلى الله أرحمهم بالناس ووالله لا يعني سياقنا لكلام أئمة الشيعة من كتبهم ولا يعني أننا نذكر ما ذكروه في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني أن بيني وبينهم عداوة شخصية كلا ولا يعني أني أتمنى الآن أن يهلكوا وأفرحوا بضلالهم كلا بل الشيعة أنا ممن درس معهم في المدارس لي منهم إلى اليوم أصدقاء لي منهم إلى اليوم مجالسون أجالسهم ودخل منهم أقوام في بيتي زاروني وزرتهم لم آتي إلى أحد منهم بسيف أو خنجر وأطعنه به ولو استطعت أن أفعل ذلك ما فعلته إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب المؤمنين لذلك هو صديق ومجالس لي أرجو بصداقتي ومجالستي له أن ينتفع أن يصلح حاله وهذا الذي أوجب الله على المؤمنين من الرحمة بالخلق وعدد كبير من الشيعة خاصة من شبابهم وفتياتهم ومن عقلائهم لما تبين لهم الحال وعرفوا فعلا أن سبيل المؤمنين القول بكمال القرآن وعدم زيادته ونقصانه وسلامته من التحريف والقول بالترضي عن الصحابة الكرام وعدم الغلو في أحد منهم ودعاء الله تعالى وحده لا شريك له لما عرفوا العقيدة الصحيحة رجعوا عما كانوا عليه وهم أقوام كثر قبل رمضان جاءني رسالة من أحد الشباب كان قد أرسل إلي رسالة من عدد الرسال التي أتت إلي ذنما وقدحا وقدفا فيا بعدما قلت على هذا المنبر كلمتين على مرجع من مراجعهم فكنت كلما وصلت إلي رسالة تسببوني